موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته و أسعد الله وقاتكم بكل خير و يا أهلا و مرحبا فيكم في حلقة يديدة من برنامجكم سبعة على سبعة و في خبرنا الأول يقول نقلا عن الإعلام الياباني و الصحف و وكالات الأنباء اليابانية فقد صلتوا الضوء على الإطلاق الناجح لبسبار الأمل إلى المريخ من مركز تاني قاشيم الياباني للفضاء الذي طوره مركز محمد بن راشد للفضاء و أوردت التفاصيل العلمية و التكنولوجية للمسبار و رحلته إلى الكوكب الأحمر و اهتمام قيادة دولة الإمارات بتحقيق هذا الحلم و تحويله لحقيقة قالت الصحف و وكالات الأنباء اليابانية أن دولة الإمارات أعلنت في رؤية الإمارات 2021 أنها ستتبنى استراتيجية ابتكار وطنية في سبع مجالات بينها الفضاء ولهذا أسست وكالة الإمارات للفضاء و أرسلت رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في أول حدث من نوعه في العالم العربي لا فتاء إلى أن وجود وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات وهي معالي سارة بنت يوسف الأميري تثبت الأهمية التي تضعها دولة الإمارات لمشاركة المرأة في جميع المجالات و ذكرت صحيفة توكيو شيمبون الصادرة في العاصمة اليابانية في تقرير لها بعنوان مسبار الأمل الإماراتي يحلق مع الأمل إلى المريخ و أن عملية الإطلاق حققت نجاحا تاريخيا للبلدين الإمارات واليابان واصف عملية الإطلاق والتفاصيل العلمية واللوجستية إضافة إلى تواجد عم العلماء الإمارات في مركز الفضاء الياباني للإشراف على عملية الإطلاق و نشرت صحيفة ماينيتشي شيمبون تقريرا حول نجاح الإطلاق تحت عنوان إطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ على متن الصاروخ H2I إلى المريخ وركزت على التعاون الثنائي في تحقيق هذا الإنجاز الذي بدأ الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل التي وضعتها دولة الإمارات بطموح مشهود وأوردت صحيفة اليابان الاقتصادية التي تمثل الشركات اليابانية ودوائر المال و الأعمال تقريرا تفصيليا بعنوان إطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ بواسطة الصاروخ H2I بنجاح و نقلت الصحيفة عن سعادة يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء قوله أنا ممتن للإطلاق الجميل و أتطلع إلى العمل مع الشركاء في اليابان في المستقبل القريب و أضافت الصحيفة أن دولة الإمارات تعمل الآن على تعزيز تكنولوجيا العلوم مثل تطوير الفضاء و في تقرير بعنوان إطلاق مسبار المريخ الإماراتي بنجاح نقلت صحيفة أساهي شيمبون واسعة لانتشار تفاصيل الحدث و مهمة المسبار وتصريح سعادة الشيباني لقد حققنا الحلم ولا مستحيل وجاء في تقرير وكالة جي جي للأنباء أن عملية الإطلاق و دخول المركبة الفضائية إلى مدارها باتجاه الكوكب الأحمر قد حققت نجاحا باهرا وأن العالم بأسره ينتظر نتائج المهمة العلمية التي سينفذها المسبار الإماراتي ولا سيما اكتشاف أسباب فقدان الكوكب لغازات الأكسجين و الهيدروجين من الطبق العليا في جوه وأضاف تقرير لصحيفة سانكي أن بعثات استكشاف المريخ ركزت على الجوليوجيا ولكن مهمة مسبار الأمل هو تشكيل صورة شمولية عن مناخ المريخ من خلال الأدوات والأجهزة المتطورة والكاميرات لتحليل جوه وخاصة في الطبقة السطحية وأوردت التقنيات التلفزيونية اليابانية واسعة الانتشار دقطات عن إطلاق مسبار على متن صاروخ متسوبيشي في أول اكتشاف للمريخ للبلدين معا اليابان والإمارات حسب ما جاء في قناة تي بي اس وفوجي تي في كما نشرت قناة ان اتش كي العامة لقطات مطولة من عملية الإطلاق ومتابعة فريق العلماء الإماراتيين للحدث فهنيئا لنا بك يا إماراتنا الحبيبة وإلى مزيد من النجاحات هذا هو فخر العرب فخر العرب بأياد إماراتية اليابان هذه البلد المتطورة في الصناعة المتطورة في زيارة الفضاء المتطورة في التكنولوجيا اليوم تتكلم عن مسبار العرب تتكلم عن وجود العلماء الإماراتيين تتكلم عن الفكر الإماراتي العربي في هذا المجال لذلك نحن في قمة السعادة والفخر وفي كل يوم نبارك لكم مبروك لكم يا أيها العرب هذا المسبار مبروك لكم هذا الإنجاز مبروك لكم هذا الإنجاز العلمي الذي وصل إلى الفضاء باسم العرب وكذلك مشاهدينا لا ننسى جهود مركز محمد بن راشد للفضاء الشباب الإماراتيين المبدعين الذين قالوا بالحرف موعدنا في 2020 وأثبتوا هذا الوعد في ست سنوات بالرغم أن كثير من منهم سبقون في هذا المجال أسسوا المسابير المسبار المسابير السابقة بـ 12 سنة و 13 سنة ونحن بـ 6 سنوات فقط مبروك لكم مرة أخرى هذا المسبار ومبروك لكم يا أيها العرب هذا الإنجاز مشاهدينا إلى خبر آخر فقد تقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة في الوزارات والجهات الاتحادية من يوم الخميس 30 يونيو 2020 الموافق تسعى ذي الحجة لعام 1441 هجرية وحتى يوم الأحد الثاني من أغسطس لعام 2020 على أن يستأنف الدوام يوم الأثنين ثلاثة أغسطس جاء ذلك في التعميم الذي يسترطته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية مشاهدينا فاصل وسوف نرجع نتواصل معكم ابقوا معنا حياكم الله من جديد مشاهدينا ولنذهب إلى الدعم الكبير لبرنامج مدارس الأبطال الموحدة الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة هذا البرنامج الذي يعد إحدى أكبر المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الدمج في مجال التعليم ومشاركة الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية مع زملائهم في المدارس ولمزيد من التفاصيل خلونا نشوف هذا التقرير قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 25 مليون دولار دعما لبرنامج مدارس الأبطال الموحدة الذي يعد إحدى أكبر المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الدمج في مجال التعليم ومشاركة الشباب من ذوي الإعاقات الذهنية مع زملائهم في المدارس وذلك بهدف التوسع العالمي في مجال الدمج ليشمل سد والأخرى هي مصر والأرجنتين والهند وباكستان ورومانيا ورواندا تحت إشراف الأولمبياد الخاص وسيشرف الأولمبياد الخاص الدولي على توسيع برنامج مدارس الأبطال الموحدة ضمن هذه الدول من خلال تمكين القادة الشباب لتحقيق تغير اجتماعي دائم عن طريق تطبيق الدمج في المدرسة وتوفير بيئة أكثر دعما للطلاب من أصحاب الهمم إلى جانب زملائهم الآخرين من الطلاب ومساعدتهم على إبراز قدراتهم وسوف يشرف على حركة الأولمبياد الخاص مجموعة من القادة الشباب من أصحاب الهمم وغيرهم الذين كانوا قد برزوا بوصفهم من الأشخاص المؤثرين في المجتمع تجمع الإمارات والأولمبياد الخاص رؤية مشتركة لعالم خال من التمييز تجاه أصحاب الهمم وأسمت استضافة الأولمبياد الخاص للعاب العالمية في تأكيد التزامنا ببناء مجتمع يضمن الاحترام والتقدير للناس من جميع الثقافات والقدرات والاحتفاء بهم ولا شك أن توسيع برنامج مدارس الأبطال الموحدة سيسهم في ترسيخ قيم التسامح والدمج ضمن الأنظمة التعليمية في العالم يشجع برنامج مدارس الأبطال الموحدة على تحقيق الدمج الاجتماعي بشكل أن يضمن الفائدة في المدارس ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى المرحلة الجامعية من خلال جمع أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية مع زملائهم ضمن بيئة مدرسية تضمن قبول جميع الطلاب وتعتمد على ثلاث مكونات مترابطة وهي الألعاب الموحدة في الألمبياد الخاص والقيادة الشبابية الشاملة ومشاركة المدرسة بأكملها حرص حكومة دولة الإمارات الدائمة على دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مسيرة النهضة والبناء في هذا الوطن هو دليل على أهمية هذه الفئة وضرورة إشراكهم في جميع النشاطات والفعاليات المحلية والدولية أيضا أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة مبادرة التطوير الذاتي تحت اسم فريق الأمل وللحديث أكثر عن هذه التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة هاجر الهنداسي رئيس قسم الشؤون الإدارية والعلاقات العامة في دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة مرحبا وسهلا فيك أستاذة هاجر ونورتين في برنامج 7 على 7 قناة الفجيرة مرحبا فيكم النور نوركم في البداية أشكركم على الاستضافة وأتمنى أن يكون ضيفة خفيفة لمشاهدين تلفزيون الفجيرة الله يحييك ويطوله بعمرج أستاذة هاجر بداية لو تحدثينا عن إنشاءكم لمبادرة التطوير الذاتي تحت اسم فريق الأمل في البداية أعرفكم على معنى التطوير الذاتي هو أن يقوم الشخص باكتشاف مهاراته ويعيد صياغتها ويصمم أهداف المستقبلية ويطور تطوير الذاتي هي عملية مستمرة لا تتوقف عند أي مرحلة وياتنا نحن فكرة فريق الأمل تزامنا مع إطلاق مصبار الأمل الإماراتي للمريخ طبعاً لحنوان سعداء لأن عنواننا يتزامن مع إطلاق مصبار الأمل جميل جداً وكيف تشوفون أهمية تحديد نقاط القوة والضعف في الكوادر الوظيفية في الدائرة والمشاركين كذلك معكم من خارج الدائرة عندنا في الموارد البشرية نتولى أهمية قصوى للارتقاء بالجهاز الوظيفي فإذا نظرنا إلى نقاط القوة أول شيء عندنا كثقة الموظف الكبيرة بنفسه والاجتهاد في تحقيق الأهداف وأيضاً تطوير مهارات وحل المشكلات وعند مشاعر السعادة والسخر والاعتزاد أما إذا هينا من ناحية النقاط الضعف نقوم بتحديدها أول شيء كي يجتهد الموظف في تجاوزها ويطور من نفسه ولا نترك الموظف حتى يصل إلى التراجع بل نشد على عظيمته ليقوم بالتغيير جميل جداً شبت خبرنا أستاذة هاجر عن الإشراف التام لفريق الأمل على أرشفة وتنفيذ الخطة وتوثيق إنجازات جميع العاملين فريق الأمل يشرف على الخطة أول شيء أرشف المعلومات والبيانات تأتي ذلك لتوثيق الإنجازات التي يتقدم بها الجهاز الوظيفي من التعليم والتطوير الذاتي والتغلب على الصعوبات والمعوقات وإدارة الوقت والتغيير جميلة أستاذة دوركم في فهم رؤية رسالة الحكومة وأهدافها الاستراتيجية للموظفين والعاملين دورنا يأتي مع أهداف الحكومة لتوصيل الجهاز الوظيفي لدينا يتمثل في أن الرؤية هي الحلم المستقبلي والرسالة هي السبب الحقيقي للجهة والمكون الأساسي للإدارة الإدارتها الاستراتيجية لذلك فإن الموارد البشرية تضعف أولوياتها توضيح هذا المسار لدى جميع العاملين وكيف تشجع هذه المبادرة الموظفين على وضع خطتهم في العمل؟ طبعاً نتبنى الأفكار الإبداعية وتكون خارج الإطار التقليدي بتبني مفاهيم التوجه المستقبلي لدولة الإمارات في أتمتة الأعمال وحوكمة المسارات الوظيفية والمعارف والتخصص تكنولوجيا المعلومات يعني كل شيء يتحول تكنولوجيا جميل جداً نتمنى لكم التوفيق ومدى أهمية طرح المبادرات والأفكار الإبداعية خارج الإطار التقليدي أستاذ هاجر شو بتخبريننا؟ بتكون أول شيء نضع الخطط المستقبلية التي تستشرف فيها الحكومة للمستقبل لنطور فيها نماذج مبتكرة الخدمات المستقبلية وتكون مرنة قابلة للتعديل ومستعدة للتحديات كلها وهذا يصير ضمن إطار غير تقليدي يتلاءم مع متطلبات الجهة والمتعاملين جميل جداً أستاذ هاجر دور فريق الأمل في توضيح التوجه للمستهدفات المستقبلية لمواكبة المتغيرات والتطورات يلعب فريق الأمل دور كبير يلعب كل الأدوار التي تبني أجندة دولة الإمارات لعام عشرين واحد وثلاثين وهي للعلوم المتقدمة في تطوير والابتكار وحلول كل التحديات المستقبلية وبالإضافة الفريق يقوم على دعم الجهود الحكومية في تحقيق المستهدفات لاستخدام العاملين في القطاعات الحكومية للاستخدام الأمثل لجميع الموارد الطبيعية جميل جداً أستاذ هاجر أسؤالنا الأخير كيف تساهم مثل هذه المبادرات في اكتشاف المواهب الوطنية خصوصاً في مقر العمل دائرة الموارد البشرية تعطيء الأولوية إلى المواهب خصوصاً الموجودة في العمل بغض النظر عن الشهادة أو الخبرة أو المنصب ليش؟ لأننا نحن المواهب تكون نابعة من بسات مصدرها التعلم من التعلم وتكون طرح المبادرات هو الطريق الأخضر لاكتشاف هذه المواهب والتي ترتقي بمسار الأداء الوظيفي إلى التمييز والتقدم جميل جداً أستاذ هاجر نحن نتمنى لكم التوفيق وعسى الله إن شاء الله يسهل أمركم وموفقكم في كل خطوة تخطونها الأستاذ هاجر الهنداسي رئيس قسم الشؤون الإدارية والعلاقات العامة في دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة شكراً لك عندي كل ما أخيرة بش صد الإيطالة أمرك أشكر أثير تلفزيون الفجيرة راجبنا الله أحفظ ثقافة الإعلام أدعو كل الأخوان والخوات الذين في الوظائف الحكومية العمل ثم العمل على التطوير الذات والارتقاء وأننا عندنا نحن باب المهارات والإبتاع والابتكار مفتوح ونحن دولة لا يوجد فيها شيء اسمه مستحيل شكراً على الاستضافة واجب الله يحفظك وفعلاً نحن في دولة اللامستحيل شكراً لك يا هاجر شكراً لله يحفظك أهلاً سهلاً مشاهدين تمت الموافقة على بعض القرارات بما يكون لخدمة التنمية التي تشدوى إمارة الشارقة في جميع المجالات في الاجتماع الذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارج رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارج صباح حمسة ثلاثة اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارج في مكتب سمو الحاكم وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارج نائب رئيس المجلس التنفيذي ولنتابع المزيد في هذا التقرير ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس الثلاثة اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في مكتب سمو الحاكم بعضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي تناول الاجتماع موافقة على بعض القرارات بما يكون لخدمة التنمية التي تشهدها إمارة الشارقة في جميع المجالات ومناقشة قضايا مطروحة على جدول أعمال الجلسة وبعد التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة اطلع المجلس على تقرير اللجنة العليا للموارد البشرية النصف السنوي لعام 2020 وأشار الدكتور طارق سلطان بالخادم رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا للموارد البشرية إلى أعداد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة ولجانها الفنية وجملة القرارات والتعاميم التي أصدرت خلال أعمالها بالإضافة إلى دراسة الحالات القانونية والتظلمات بما يغفر الاستقرار الوظيفي لجميع موظف حكومة الشارقة وتم اعتماد تحويل مجموعة من الفلل ذات الاستخدام السكني إلى استخدام تجاري أو مهني وذلك وفق عدة إجراءات تسهم في الحفاظ على خصوصية المنطقة من الناحية الاجتماعية بالتنسيخ مع دائرته التنمية الاقتصادية وشؤون الضواحي والقرى بما يوفر أفضل الخدمات التي تحتاجها المناطق السكنية أصدر المجلس القرار رقم 21 لسنة 2020 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 36 لسنة 2012 بشأن نظام الربط الإلكتروني لمحلات الهواتف المتحركة وكما اطلع على عدد من المراسيم الأميرية الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نظمت منصة بيئة التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية محاضرة افتراضية بعنوان ترشيد الاستهلاك ومسؤولية وطنية وللمزيد أكثر من التفاصيل معنا في الستيديو سعادة ناصر محمد اليماحي عضو مجلس الوطني الاتحادي مرحبا وسهلا فيك سعادتك ونورتنا نور وجودك وحمي زاك الله خير وتشرف وجوده في هذه القناة الرائعة الله يحفظك يطول بعمرك يطول الغيبات يا أبو الغنائم يقول الغنائم الدولة كلها فيها غنائم والحمد لله مبروك ألف مبروك المسبار ومبروك ألف مبروك الإنجاز اللي طلع عربي في أيادي إماراتية صحيح طبعا هذا أول شيء تحقيق لحلم قيادتنا اللي أسسوا دولة الإمارات المغفور للشيخ زايد طيب الله ترى اللي كان في يوم الأيام يعني عنده رؤية واضحة نحو وجود الإمارات في المريخ أو وجود الإمارات على الأقل في أعلى الهمم أتوقع تحقيق قيادتنا الرشيدة لهذا الحلم العربي حتى العالمي يعني كثير من الدول العالم أشادت بهذا توجه الإمارات وقوة الإمارات والإمارات دائما حاليا ما تنظر فقط إنجازات على المستوى المحلي بل هي دائما تطمح الإنجازات العالمية وأعتقد وجودنا وجود مسبار الأمل في المريخ مسبار عربي أعتقد بحد ذاته بيكون هذه بداية لانطلاق قادم نحو مزيد من النجاحات لدولة الإمارات بإذن الله سعادتك أنا أقول لك شغلة بعد نحن لا يكفي الإنجاز العالمي نحن نبحث عن الإنجاز الفضائي صحيح وإن شاء الله لنا بعد سبع شهور أننا سنغذي العالم كله بمعلومات عن المريخ عجبوني بعض الكتاب قالوا إمارة ثامنة لدولة الإمارات في المريخ نعم يعني عندنا سبع إمارات وعندنا إمارة ثامنة صفحة لدولة المريخ فالحمد لله يعني هذه إنجازات تحقق لدولة الإمارات بفضل قيادة الترشيدة الله يحفظهم وطبعا تطلعاتهم اللي دائما عندهم طموح وعندهم طلعات كبيرة لوضع الإمارات على العالم إن شاء الله إن شاء الله بإذن واحد أحد سعادتك بداية لو تحدثنا عن محاضرة ترشيد الاستهلاك مسؤولية وطنية يشوف طبعا جهة هذه المحاضرة برؤية هيئة المجيرة الاجتماعية التقافية اللي حريصة على موضوع الاستهلاك ترشيد الاستهلاك لأنه فعلا دولة الإمارات الحمد لله تلعم برخاء وتلعم بحياة رغيدة يعني المواطن والمقيم أيضا لذلك هذه الحياة دائما تطلب نوعا ما ترشيد فأردت أولي أخوة أن يكون موضوع ترشيد الاستهلاك وأنه طبعا أيد هذه الفكرة وأعتقد هي من منطلق حرص الجمعية وحرص المسؤولات الجمعية على أن فعلا ترشيد الاستهلاك هو أساس لحياة يتطور المجتمعات دائما المجتمعات تطور لكن أعتقد مفهوم الاستهلاك يجب أن يتغير يجب أن يكون نمشي مع مؤسسات الدولة اللي حريصة على أن يكون الاستهلاك أقل ما هو متوقع بإذن الله بالفعل ساعتك يعني الكثير من الناس يتوقعون أن بكلمة ترشيد هي فقط معنية بالكهرباء والماء ولا يعلمون أن هناك ترشيد لمفاصل كثيرة يعني من أهمها الغذاء صحيح حتى في الغذاء فشو بتخبرنا عن هذه النقطة ساعتك شوف طبعا دولة الإمارات من الدول الرائدة والسباقة في إنشاء وزارة خاصة بالأمن الغذائي نعم فعندما إنشأت هذه الوزارة أعتقد كان هدفها أيضا وضع فكر جديد لمفهوم الأمن الغذائي اللي يبدأ من الترشيد أيضا كان هناك مؤسسات كثيرة تسعى لموضوع حفظ النعمة يعني الطاقة الكهربائية المياه حتى الترشيد في الاستهلاك اليومي لأن هذه بعضها يروح للنفايات وطبعا أيضا الدولة ومؤسسات تتعبى لعباء كثيرة في موضوع تدوير هذه النفايات والحقيقة طبعا الدول الإماراتي ودول الخليج من الدول الكبيرة في موضوع الاستهلاك فأعتقد أن هذا كان بادرة جيدة ويعتبر الغذاء فعلا لأن الكل يعرف أن الغذاء هو أساس الماء والغذاء هو أساس الحياة صحيح لازم نروح باتجاهين الحكومة تسعى لموضوع الترشيد وأيضا المقيم والمواطن والفرد خلنا نقول والإنسان فدولة الإمارات الحقيقة طبعا قطعت شو طويل في موضوع توفير الطاقة سواء كان الطاقة الكهربائية المائية وبدائل ونجد بدائل فلذلك هي تسعى لتوفير هذه الخاصة مع تطور المجتمعات ونوول المجتمعات وما أيضا لا تنسى دولة الإمارات من الدول الاقتصادية اللي فيها اقتصاد قوي فيها أيضا نمو تجاري كبير فلذلك منطلبات هذا الاقتصاد والنمو يطلب أن توفير طاقة كبيرة فأعتقد أن الاتجاه الأول للحكومة وهي قائمة دورة جيد لاتجاه الآخر عند الفرد والإنسان والمواطن الموجود أعتقد عليه أن يسعى لترشيد استهلاكه سواء كان للطاقة والكل يعرف أن دولة الإمارات كانت بداية الاتحاد كانت تعاني من أمور الطاقة يمكن كانت لكل عاشنا فيه فترات معينة في الصيف تنقطع عندنا الطاقة لمدة ساعة و ساعتين الحمد لله نحن من سنوات الحين هذه الممارات غير موجودة هذا طبعا كله بفضل الحكومة وقيادتنا و أيضا بفول وعي المواطن والمقيم دائما حريص على كده ولكن يجب أن نغرس هذه الأمور واستمراريتها وليس فقط في فترة محددة في يوم الطاقة أو يوم الأرض أو يوم معين لا يجب أن يكون هو أسلوب حياة كاسترشاد في استهلاكنا للطاقة جميل جدا يعني بالله فعلا ذكرتني لأنه سنين طويلة ما انقطعت الكهرب الحمد لله لأنه أنا قاعدين ومرتاحين ومبسوطين حتى لو أنا أتوقع أنك لو تقول للأطفال اللي هم حين هذي الجيل الألفين حتى لو عمارهم عشرين سنة تقول لها كانت انقطع لأنه ما أقوله كانت انقطع عنكم الكهرب ما يصدقون فعلا ما بيصدقون لأنه ما مره وما عاشوا هذه نعمة الحمد لله يعني قيادتنا كانت حريصة على توفيرها للمواطن المقيمة الحمد لله يا رب سعادة ناصر ليماحي مدى أهمية ترشيد المياه للحفاظ على الموارد المائية في دولة الإمارات شوف دولة الإمارات تقع في مدار المناطق الصحراوية والجافة نعم وأيضا شح الأمطار يعني يمكن أن يكون حتى في السابق في السبعينات والثمانيات كانت الأمطار أكثر من هذه الفترة طبعا هذا بكل عوامل التغير المناخي فدولة الإمارات تقع في منطقة جافة فلذلك سعة الحكومة لإيجاد بدائل للأمطار الجوفية من خلال طبعا تحلية المياه ومن خلال أيضا الحفاظ على بناء السدود الحفاظ على بعض الأمطار اللي تقعوا خاصة في إمارة المجيرة والمنطقة الشرقية الكل يعرف أن هناك مجموعة كبيرة من السدود وهذه على الأقل بيكون مخزون مائي جيد فهني جاءت أهمية المياه وأيضا زي ما ذكرت مع الاقتصاد الكبير مع تزايد على السكان مع النمو الاقتصادي فكل هذه متطلبات استهلاك كبير للمياه فلذلك مطلوب منه طبعا أن نرشد ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وأيضا إيجاد بدائل للمياه يعني اللي هي التكنولوجيا حاليا نعتقد أنه مع وجود وزارة الدكاء الاصطناعي أيضا سعوا لإيجاد بدائل أو استخدام الدكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك المياه من خلال بعض التكنولوجيا التي تساهم في تقليل استهلاك المياه سواء كان استخدام آلات بديلة يعني ما بين قلة مياه وآلات بديلة فيكون هنا نوعا ما فيها استرشاد قليل للمياه بعكس السابق ويضا حتى موضوع الزراعة يعني حين الدولة تشجع على الزراعة شجع على الزراعة وخصوصا في الفجيرة مناطق زراعية موجودة بوقع زراعية الخضرة كثيرة في الفجيرة كيف توجهتوا لهذه الفئة بالتحديد؟ شوف حكومة الإمارات أعتقد في قبل كم شهر أطلقت مبادرات خاصة بالأمن الغدائي ويتشجيع المواطنين على الزراعة نعم من خلال أيضا توفير المياه صحيح ويكون توفير المياه للمزارع النموذجية لأننا حاليا نحتاج مزارع نموذجية تلبي الأمن الغدائي يعني ما نزرع غداء أو زراعة عادية أو زراعة تقليدية لا زراعة متخصصة نفيد في الأمن الغدائي فالدولة حاليا قاعد تشجع المواطنين بهذه المزارع وأعتقد أن موضوع تقطير المياه استخدام نباتات وأشجار يعني لا تستهلك مياه كبيرة فهذه أيضا من ضمن خطة الوزارة أعتقد فيها فكل هذه معطيات تصب في موضوع ترشيد الاستهلاك المياه وأيضا المواطن المطلوب يعني حتى المواطن في بيته أوكي نحن نشجع الزراعة ويجب أن يزرع المواطن في بيته لكن أيضا يحاول يزرع بعض النباتات والأشجار اللي ما تحتاج مياه كثيرة وأيضا التقليل من صرف المياه وتقليلها وغرص مفهوم لدى الأسرة في البيت أن يجب أن يكون استهلاكنا المياه بشكل منضطة وبشكل الأقل من السابق فعلا كيف يمكننا فهم المجتمع بترشيد الاستهلاك هو ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل مسؤولية الجميع شوف طبعا هو لابد نغرس هذه الأمور عند الطفل يعني الطفل في البيت بداية البداية من الطفل من الطفل من البيت وولي أمره يجب أن يكونوا حريصين على زرع هذه الثقافة في الطفل من خلال استخدامه المياه يعني على سبيل المثال لو الولد يستخدم بروح يسبح يجب أن يكون ما يقعد بالساعات في الحمام يسبح بشكل كبير ويصرف المياه ولو كان عند حوض أيضا سباحة يجب أن يكون أيضا مقنن وفي نفس الوقت أيضا التربية وزارة التربية معنية أيضا بغرس هذه المفاهيم للطالب من خلال منهاج من خلال حصص لا صفية من خلال توعية الطلبة بمدى مفهوم الاسترشاد استهلاك المياه لأن نعتقد أنه لو حرصنا هذه الأمور بينقل أيضا الطالب والطالب بينقل هذه المعلومة لولي أمره ويكون عند استياب حتى لو حد من أسرته بدأ يصرف أو بدأ يستهلك المياه أكثر ممكن نقول له لا نحن علمونا في المدرسة أن يجب أن نقلل يجب أن نقنن صحيح وهذه كلهم معطيات تصب أيضا وسائل الإعلام والمجتمع حاليا نحن لا نقول وسائل الإعلام الحكومية حتى وسائل الإعلام الفردية الأفراد والأشخاص والناس نقول المشاهير وأصحاب السوشيال ميديا هذا أيضا مطلوب منهم يعني لو شافوا سلوك خاطئ في المجتمع باستنزاف كبير للمياه أعتقد واجبهم أيضا أنهم يوعوا للمجتمع وينقلوا رسالة للمجتمع رسالة واضحة أنه يجب علينا ترشيد استهلاك المياه ويجب المحافظة على هذه الثروة لأنه يعني هذا ليس من منطلق بس مجتمعي هذا أيضا مطلق ديني صحيح والدين الحنيف حث على استرشاد استهلاك المياه وأنها عدم الإسراف فيها وهذا مبدأ رئيسي من مبادئ دين الحنيف وأيضا سلوك اجتماعي ذو امارات حكومتنا أيضا يعني الشيخ محمد قبل فترة أطلق رسالة لموضوع محمد زايد الله يحفظها لموضوع استرشاد أو قلة الاستهلاك فكانت رسالة واضحة من الشيخ محمد الله يحفظها أن مجتمع الإمارات سواء مواطنين مقيمين يجب أن نحافظ على هذه الثروة ونقلن استهلاكنا لا نكون بخيرية عن نفسنا ما طالب البخل ولكن طالب بترشيد هذا الاستهلاك وعدم الإسراف سواء كان حتى في حفلاتنا في أعراسنا في ولائمنا في مناسباتنا الاجتماعية التي نحافظ عليها ولكن بعدم الإسراف فيها وخاصة في الأكل بالذات جميل جدا سعادة ناصر ليماحي كيف أو ما هي اللوائح والقوانين التي وضعتها الدولة لترشيد الاستهلاك وإذا نتكلم عن نطاق اتحادي وكذلك أني تكلمني عن نطاق المحلي وهل هناك فرق بينهما؟ شوف طبعا أول شيء الدولة انشأت وزارات خاصة وزارة الطاقة وأيضا وزارة البيئة أو المياه أعتقد هذه وزارتين معنيات بوضع قوانين وسنوا لوائح وأيضا حطوا يعني زي ما تقول تقنين المياه لاستهلاك سواء الفرد والمجتمع وعندهم دراسات الوزارة دائما تعمل دراسات لاستهلاك الفرد كم يستهلك الفرد وتنشر كذلك وكم يستهلك أيضا المؤسسات القصادية وأيضا كم يستهلك مجتمع معين أو منطقة معينة كم تستهلك صحيح كل هذه أمور سننا فيها قوانين فيه توافق ما بين الاتحاد والمحلي أيضا في دولة الإمارات كثيرا من الإمارات عندها مؤسسات محلية معنية سواء في البيئة في البلدية عفوا أو هيئة بيئة محلية معنية أيضا بالاستهلاك ومعنية بالمحافظة على الثروة المائية والثروة المعدنية ومعنية المحافظة على الأرض لأنه أنت كلما حافظت على مخزون الاستراتيجي للدولة من خلال قوانين ولوايح ونظم وأيضا من خلال عدم يعني ما بقول عشوائية بس تنظيم استخدام المياه يعني حاليا في أي إمارة ما يقدر أي واحد يعني يروح يحفر رق خلنا نقول هي مزرعة إلا يأخذ الموافقة لأن فيها موافقات وفيها مناطق معينة ممنوع فيها أيضا حفر الآبار وأيضا يجب لما يحفر أي واحد يأخذ موافقات فكل هذه أموره قوانين ولوايح سنت الوزاة الدولة وسنت أيضا الإمارات المحلية للمحافظة على الثروة وأعتقد هي قوانين تطور أو تم تعزيزها من فترة لفترة ويتم أيضا إحنا تمر علينا في المجلس الوطني حياة كثير من القوانين وأعتقد أن من هذه القوانين كان موضوع استهلاك المياه وأيضا وزارة الطاقة كانت حريصة على تحديث قوانينها واللوايح التي تتعلق بمنظومة الأمن المائي أو المحافظة على الأمن المائي سعادة ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات شكرا لك على هذه الإطلالة الطيبة وتلبية الدعوة وشكرا لك على هذه المعلومات القيمة اللي يفتنا فيها حقيقة شكرا لكم ونحن طبعا دايما نقول أن أعضاء المجلسهم يعني صوت المواطن وصوت الحكومة في نفس الوقت فلذلك نحن من هذا المنبر ندعي كل الناس بموضوع الاسترشيات المياه والطاقة والمحافظة على الثروة المائية وأمن الغذائي لأن الدولة ما مقصرة في هذه الأمور فلكن يجب أن يكون علينا أيضا أكرر حرص كبير مننا على أمن الغذائي والمائي لأنه ليس بلا أننا الأجيال القادمة الدولة قاعدت تبني لأجيالنا القادمة لأنني ممكن ما نحس فيها اليوم لكن على مدى 100 سنة قادمة بنحس أنه فعلا أن هذه الأمور تعزز من أمن الغذائي والمائي إن شاء الله شكرا لك سعاد شكرا لك مجزاك مالله خير مشاهدين إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة تقوم بحملتها التفتيشية على الورش والمحل الخاصة بتصليح وصيانة المركبات للتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بذلك لنتابع المزيد في هذا التقرير بناء على استراتيجية وزارة الداخلية وكذلك استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة تقوم إدارة المرور والدوريات بتدقيق على الورش والمحلات الخاصة بتصليح المركبات سواء بتغيير لون المركبة وكذلك بتصليح بدن أو هيكل السيارة ويجب تواجد الأوراق المطلوبة لعمل هذه الإجراءات منها ورقة الصبق في حال تغيير لون المركبة وكذلك ورقة الحادث في حال وجود أي حادث في السيارة لتصليحها وفي حال عدم وجود الأوراق الثبوتية الخاصة بتغيير لون المركبة أو بتعديل هيكل السيارة وتصليحها نقوم باتخاذ الإجراءات وتحويل صاحب المنشأة لمركز الشرطة وفتح قضية بذلك وحجز المركبة وعلينا نتمنى من الجميع السلامة واتخاذوا الجراءات الصحيحة ضماناً لسلامتهم وسلامة الجميع تنظر الإمارات نحو بناء مستقبل مستدام يدوم على المعرفة بالاعتماد على شبابها وشاباتها الذين يشكلون النواة الحقيقية والعنصر الأهم في عملية التطوير والبناء حيث تؤمن القيادة الرشيدة بأن الشباب هم قاطرة التنمية وصانعوا المستقبل بكل تجلياته وتحدياته ومن هذه النماجد المثمرة اسمحوا لنا بأن نرحب بضيوفنا في الاستيديو عهد السعيد اليليلي مقدمة برامج ومتحدثة إعلامية وعضو في مجلس الطفل لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وأيضاً هيام فهد الحساني عضو في مجلس الطفل لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية يا مرحباً وسهلاً فيكم عهد وهيام وسؤالنا الأول لعهد وشي عهد شخبارك أنت وخير الحمد لله طيبة أنت زميلتي يعني وياي مذيعة لأحين اليوم أنا وانت بنسأل هيام زيل لكن السؤال الأول ماذا تشكل لعبة الشطرنج لجمعية وصر حبك لهذه اللعبة لماذا تحبيني شطرنج طبعاً لعبة الشطرنج هي لعبة الملوك الأذكاء أتعلمك الصبر لذلك أنا أحبها حلو لكن هذا السبب وبعد أخوي بطل العالم ما شاء الله أخوك بطل العالم في لعبة الشطرنج لأي مرحلة بأي عمور بأي عمور حالياً في عمورة 15 ولكن في عمورة 13 محمد سعيد اليلي نعم هذا أخوك الله يحفظك ويحفظه يا رب سلمي لي عليه وائد نحن نفتخر ونعتزبه أنا شخصياً معتز فيك ومعتز في أخوك وكذلك معتز في هيام هيام شخبارك الحمد لله أنت طيبة خير حصلت على الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية للحساب الذهني في تايلند عام 2017 من الذي قدمت لك دعم لنيل هذه الجائزة؟ من الذي دعمت؟ أول شيء الحمد لله على هذا الإنجاز نقول لك مبروك الحمد لله على هذا الإنجاز الحمد لله وكان عمري تقريباً سبع سنوات وكان لها الفضل بعد رب العالمين هم أمي وابوي الذين كانوا دوم يدعموني وحفزوني أني أشارك في هذه المسابقة وكان تقريباً عدد الأشخاص المشاركين في المسابقة أكثر من ألفين مشاركة فالحمد الله حصلت على ميدالية ذهبية الحمد لله الله يبارك لك إن شاء الله فيهم ويطول بعمارهم ونفرح فيك وياهم إن شاء الله إن شاء الله أنزين عهد أنتو عضو وإعلامية لجمعية المواليف التطوعية منو دلت على التطوع منو حثت ومنو قال الشارك في هذه الجمعية طبعاً الفضل لالله سبحانه وتعالى وبعدين أمي وأبوي هم اللي حفزوني أني أشارك بالتطوع وأنا يعني من ذاتي حابة أني أشارك بالتطوع ما شاء الله عليك ونزين من أول واحد قالت أو حتى الفكرة التطوع في رأسك وحببت في التطوع خلاش تحبين التطوع الله يطول بعمرها إن شاء الله نزين نروح له أيام أيام بعد أنت حصلة على جائزة التحبير للقرآن الكريم ما شاء الله عليك في عام 2017 وتكرمتي من قبل الشيخ سيف من زايد سمو الشيخ سيف من زايد وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء الله يطول بعمره وحثينا عن الجائزة وخبرنا مشاركتك في مسابقة التحبير في القرآن الكريم جائزة التحبير للقرآن الكريم هي تنطرح كل سنة في عمضان نعم وأنا في المركز الثاني ما شاء الله بفئة الترتيل لازم نقرأ القرآن بصوت جميل ونطبق أحكام التلاوية والتجويد وأنا كرمني سيدي سيف من زايد حفظ الله الله يطول بعمره إن شاء الله وعهد حصلت على عديد من الجوائز والشهادات قل إنا أبرز واحدة فيها وأكثر واحدة تحبينها من الجوائز ماذا؟ جائزة القائد المؤسس لأنها تحمل اسم أبونا الشيخ زالي طيب الله ثراه فأنا أحبها وأمي اللي هي حافزتني أني أشارك فيها وشاركت في جوائز ثانية وبعد بس أهم وحدة وأفضل لوحدة لي هي جائزة القائد المؤسس الله يحفظك إن شاء الله ويطول بعمرك ويبارك فيك يا بنتي عهد ونذهب إلى هيام وماذا تخبريننا عن العديد من الجوائز التي حصلتها والشهادات قل إلي أقرب واحدة التي تحبيها وإستانسين عليها ماذا؟ جائزة أنا في جوائز أبرزها كانت جائزة حمدان براشد آل مكتوم وجائزة الشارجة فأنت طالب متميز إن شاء الله وكنت من المرشحين في جائزة القائد المؤسس ما شاء الله وبعد فزنا بجائزة خليفة التربوية فئة الأثرة الإماراتية المتميزة ما شاء الله وفيست بمسابقات وأكثر وحدة أثنية من الجوائز كانت جائزة القائد المؤسس الله يعطيك الصحة والعافية ووفقك إن شاء الله أنتم مبداعات أنا معجب فيكم وفي إنجازاتكم الله يبارك لكم إن شاء الله ويبارك في أعماركم ويبارك أهلكم فيكم إن شاء الله نرجع عند عهد أحد قدمت ورش عديدة أنتم هيا مع بعض كانت أخرى عن التنمر الإلكتروني خبروني ما هي المحاور التي تحدثت فيها نقول لدي أحد في البداية طبعاً ما دام أننا نحن مارنين فلفتاً التي هي فتاة كورونا وكنا في الحجر المنزلي فأكيد أن كل شخص يستخدم الإلكترونيات صحيح ويكون هناك الكثير من التنمر الإلكتروني فحبنا نقوم بعمل ورشة توعوية عن التنمر الإلكتروني لكي يخاف وكي يخاف وكي يخاف يخاف التنمر أو لا يخاف؟ أستوعبوا للشخص؟ أكيد جميل جداً أنت تقول لكي مشاركتك وماذا تقول لكي مشاركتك وماذا تخبرت زميلاتك وخواتك ومعاتك في الورشة؟ نحن نرى أن التنمر الإلكتروني ينتشر إما عن طريق الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي فحبنا أن نقوم بعمل توعية للمجتمع عن التنمر الإلكتروني وبعد ذلك فتحت حساب في الإستقرام لكي نقوم بعمل المجتمع جميل ماذا تبعين من الحساب؟ ماذا تبعين من الحساب؟ والمشاركات كانت متميزة ماذا لم تخبرني بشارك؟ أزيل أذهب أطالع سؤالي الأخير لكم شاركت بورشة عمل ضد التنمر الإلكتروني وتناولت بمحتوى هذه الورشة وسويته مسابقة صح؟ ماذا تبعين من طموحكم؟ أخبريني أنت يا عهد ماذا تبعين من طموحك وإحلامك؟ ماذا تبعين في المستقبل؟ أنا طموحي أكون رائدة فضاء نفس المنصور الذي ستبع للفضاء فهو كان قدوة لي بأنني أحقق طموحي طموحي وهو اللي حفزني أني أكون رائدة فضاء الله يحفظك إن شاء الله ستصيري بإذن واحد أحد في الإمارات لا يوجد شيء يسمى له أزيل ونذهب إلى سيدة حيام عاد حيام أنت مبدع وما خليتيني أشاركوا المسابقة حين خبريني قولي ماذا تبعين في المستقبل؟ أنا طموحي أني أكون طبيبة بإذن الله أجل أن أخدم وطني وحتى لو بالقليل جميلة وأعطائها أنزيل أنزيل وإذا إن شاء الله ستصيرون طبيبة أسنان ستعالجون عهد؟ نعم أكيد هل ستقولون لهم شيء أو شيء؟ نعم هل ستقولون عهد لمتابعينك والذين يتابعون الجمهور ما شاء الله وراء الكاميرات والجمهور يتابعونك عبر الشاشات ماذا ستقولون لهم؟ طبعاً أولاً سأشكر شخص دعمني وحفزني أني أكون لنقطة التميز وأنني أشارك بكل جوائز أشكر أول شيء الله سبحانه وتعالى الذي وفق لي اللهم لك الحمد وأشكر أمي وأبوي وأخواني هم اللي حفزوني أني أشارك وأسوي وأسوي وبعد أنصح المتابعين أنه لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء فشل في الإمارات ولا شيء مستحيل معنا فأبدو أنكم تصلون للتميز إن شاء الله وأنتم مميزات ماذا تخبريني يا هيام؟ أول شيء أشكركم على هذه المقابلة الجميلة وأحب أن أشكر أهلي ومعلماتي ومديرتي الفاضلة لأنهم دائما يقولون لي أن أكون متميزة دائما وأنت مميزة ومتميزة ومبدعة وأنا أشكركم أنكم أسعدتوني في هذه الطلب وأنكم ويتم معنا وقعدتوا وقعدتوا وقعدتوني أشوفكم واستمتعوا إياكم في الحوار أنا شخصياً مفتخر فيكم واحد والله يوفقكم ويسعدكم ويسهل أمركم وأنتظركم بعد تبدعونه وتأتيون مرة ثانية وأنتظركم وعد؟ أتفقنا؟ أتفقنا إذن مشاهدين كنا مع عهد سعيد اليليا لمقدمة برامج ومتحدثة إعلامية وعضو في مجلس الطفل بجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وزميلتها هيام فهد الحساني عضو في مجلس الطفل لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية شكراً لكم وإن شاء الله نشوفكم بإبداع وتميز يا إي إن شاء الله شكراً لكم إذن مشاهدين وقبل الختام أود أن أقول لكم كلمة أخيرة أن أبارك مرة أخرى لكم مسبار العرب نحن لا نريد العالمية هنا فقط وإنما كذلك نريدها في الفضاء وإن شاء الله ستكون في الكوكب الأحمر وإن شاء الله وإن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة